بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو ان شاء الله سننصح التمرين ديال الكهرباء الوارد في الامتحان التجريبي النموذج الاول لمسلك علوم حياتي والارض. اذا ستجدون رابط تحميل هذا الامتحان اسفل هذا الفيديو. اذا نبدأ بقراءة التمرين الوشعة تنائي قطب يتكون من لفات من سيلك من نحاس غير متصيدة فيما بينها. اه مطلية ببرنيق عازل عازل للكهرباء وتستعمل في عدة ادوات كهربائية وايلكترونية. التمييز الوشعة بمقاومتها اغ وبمعامل تحريدها الوحدته الهنريس مثلا للعلم فيزيائي جوزيف هنري لتحديد المقاومة اغ ومعامل تحريد الوشعة. هناك طرق مختلفة من بينها هذه الطريقة الواردة في التمرين التالي. اولا ننجز التركيب الكهربائي الممثل في الوثيقة واحد والمتكون من وشعة معامل تحريدها ال ومقاومتها اغ وموصل اوم مقاومته اقساو 80 اوم. ومولد كهربائي قوته الكهربائي محاركة وكتساوي جوزفولت. ومقاومته الداخلية مهملة نتتبع اه تطور اقامة الطيار في الدار فنحصل على منحناء الشكل واحد. اولا ما هو المقدار المسؤول عند اخير اقامة الطيار في الدار الكهربائية وما هي المركبة المسؤولة على ذلك. اذا نبدأ بسؤال الاول ما هو المقدار المسؤول عن تأخير اقامة الطيار في الدار الكهربائية وما المركبة المسؤول عن ذلك. اذا نبدأ المقدار المسؤول عند اخير اقامة الطيار الكهربائي. المقدار المسؤول على تأخير اقامة الطيار الكهربائي. طيار الكهربائي هو اه هو المقدار الديدو اي على الديدو اي هو اللي تجدكم في التعبير ديال المركبة المسؤولة المركبة المسؤولة على ذلك هي الوشعة. هي الوشعة. اذا المركبة المسؤولة على ذلك هي الوشعة والمقدار المسؤول عن تأخير اقامة الطيار الكهربائي هو الديدو اي على الديدو اي. من التي يكون عندنا الديدو اي على الديدو اي اكبر من صفر تكون عندنا الوشعة كتصرف كمستقبل. من التي يكون عندنا الديدو اي على الديدو اي اصغر من صفر تصرف عندنا الوشعة كمولد. اذا ننتقل الى السؤال الثاني واحد اثنان قيمة شدة طيار اي بي. اذا قد نقلبه على اي بي. اي بي ميبيانيا تلقى من الميبيان ميبيانيا هي هي القيمة اللي دا يأخذها شدة الطيار في في النظام الدائم يعني القيمة القصوية ميبيانيا كما قطلحت في الميبيان عندكم اي بي كي يساوي صفر فاصلة صفر جوج امبير ثم بيين ان قيمة المقاومة الداخلة الوشعة هي عشرون ام اذا باش نبين بان اي اخ كتساوي عشرين ينبين ان اي اخ تساوي عشرين ام غان بدو بالعلاقة اللي فيها اللي فيها هاد اي اخ هي العلاقة دي ال اي ال شنو كي يساوي اي ال هو دي دو اي على دي دو تي مضربة في ال زائد اي اخ مضربة في في النظام الدائم النظام الدائم تيكون عدنا اه كي يكون عدنا اي كي يساوي يعني كي يكون هاد يعني ان دي دو اي على دي دو تي غادي ساوي صفر اذا غايكون عدنا اي ال غاي ساوي اغ فوا اي بي وحسب حسب قانون حسب قانون اضافية توترات عشنو عدنا حسب قانون اضافية توترات عدنا حسب الدار اللي عدنا لدنا او ال زائد او اغ كي يساوي ا الا عودنا او ال إلا عودنا او او الي ب ر ب井 اب ا او عودنا او ر ب井 اه بالتعبير اللي هو يعني ر في بي قانون غايكون عدنا هيساوедь اكي مضربة اي اي بي. غادي يساوي اي ناقص اي بي. وغاننخرجو اي صغيري يعني غاندو اي بي للطرف الاخر. غايكون عندنا اي كي يساوي اي ناقص اي بي مقسمة على اي بي. اذا اي كي يساوي اي على اي بي. غانفرق لهم هاد المقام. اي اخي. غيتختز لهذا مع هذا. وغانديرو التطبيق على عندكم اي كي يساوي جوج فولت. اي بي كي يساوي صفر فاصيلة جوج. ناقص اي كبيرة طوالكم هي تمانونة اوم. ونستعملوا كالكول. وغلقوا بان اي صغيرة كتساوي عشرون اوم. اذا ننتقل الى السؤال واحد ثلاثة. حديد مبيانيا تابتة الزمنطو واستنتج قيمة معامل التحريد للوشيعة. اذا غادي نستنتج القيمة ديال ديالتو مبيانيا اذا نتحديد قيمة طو طابتة الزمن. اذا مبيانيا. قد تخصنا نلقوها الطو. احنا كنعرفوا بان الطو كنحديدوها انطلاقة من المبيان الى عدنا الموماس. ولكن الان ما عدناش ما نديرو قيمة القصوية كندربوها فل spray 63. وقد رات står للأسقاط على المبيان. في هذه الحالة. في حالة احنا ما قد ناش ما قد ناشا الموماس. اذا ما قد ناشيا الموماس. انا ادابك على камد سفر فاصيلة.ınd��اء 3 مضربة. في القيمة القصوية اللي هي. ايب تللي找 entirely. احسبيها. ستقضيها اذا سفر فاصلة تلاتة وستون غنضربها في سفر فاصلة سفر اتنان ما اللي غاد يتحسبوه غاد يتلقو سفر فاصلة سفر مية وستة وعشرون عندنا غادي نحول الميبيان غا نقلبو على اه مية وستة وعشرون متان عندكم ميبيان بحلقة عندكم دير بحلقة ايا غادي تنشول هنا هي غantas تقلبه على سفر فاصلة سفر او ستة ستة هي. هتجد test 0.01 سواجوند . إذن طوقة تساوي 0.01 اه 1. اذا كما حتيت تشوفوا في هذا المبيان اللي عندكم. اذا هو هذا. اذا غادي تلقوه طو قي ساوي صفر فاصلة صفر واحدة سجون. اذا هذا بالنسبة لطو. غادي تلقوه لتحديد قيمة ل. تحديد قيمة معامل التحريض ل. احنا شنو كنعرفو في الدار اغ ال? كنعرفو بان طو كي ساوي ال على اغ تطل. يعني ان ال اغ تطل هي اغ كبيرة زائد اغ صغيرة. تساوي. احنا بغينا نخرج ال على اغ ال غادي ساوي هو طو منضربة في اغ زائد اغ. تساوي. بالنسبة لطو هاي القناة ده بصفر فاصلة صفر واحد. بالنسبة لاغ راعدنا في المعطية هي تمانين. اه زائد اغ صغيرة لها القناة في السؤال الثاني اللي هي عشرون. وغادي نحسبو. اذا ملي غادي تلقوه غادي تلقوه هاكا تساوي واحدة هنري. اذا ننتقل الى الفقرة الثانية. نضيف للوشيع السابقة مكثفا سيعته السكي ساوي اربعين مكو فارضاي. فنحصل على التركيب. الشكل الثاني. نضع قاطع طياركا في الموضع واحدة. لمدة كافية لشحل المكتف. ثم نرجحه الى الموضع جوش. فنحصل على منحنا الشكل اثنان. الممثل للتدبدبات الكهربائية. سؤال واحد. لماذا نسمي هذه الدبدبات بالحرة. والى ما يعزى تناقص وسع التدبدبات. ده نبدأ بسؤال واحد في الجزء الثاني. لماذا نسمي هذه الدبدبات بالحرة. اذا علش كنسميها الدبدبات بالحرة. لان لا يوجد لهذا الدارة هذه الدارة الكهربائية اي مصدر للطاقة. ما عادة الطاقة المخزونة في المكتف بدئيا. ما كانش المولد حيثنا المولد. لان قلونا بانا نرجحه قاطع الطيار الى الموضع جوش. اذا ما كانش المولد. اذا ما كانش مصدر للطاقة. للطاقة هذه الدارة هذه الا الطاقة اللي كان عادنا في المكتف. يعني ما كان عطوه التطاقة. اذا نسمي هذه التدبدبات بالحرة. لانه لا يتوفر للطاقة. لا يتوفر للطاقة. اي مصدر اي مصدر للطاقة. ما عادة الطاقة. ما عادة الطاقة. المخزونة في المكتف. المخزونة في المكتف. بتئيا. ثم الى ما يعزى تناقص وسع تدبدبات. لماذا هذه الوسع ديالها تدبدبات كيتناقص. الى ماذا يعزى هذا. دان يعزى ذلك الى وجود الى وجود المقاومة الى وجود المقاومة اختطال التي تبدد طاقة بمفعول جول. اذا كيف نجابه على السؤال. ديال. علش الوسع ديال. هاد الوسع هادا كيتناقص. اذا ننتقل الى السؤال اثنان اثنان. حديد شبه الدور. اثنان. اثنان. تحديد. تحديد. شبه الدور. اذا دائما شبه الدور كنستخرجوه انطلاقا من 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 الشكل. اذا عندكم الدور تكون بين هذه الدروتين. اذا غادي ناخد من الدرو الاولى من صفر 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 فاصلة صفر اربعة. اذا هذه بحل الموجات. اذا انتي مبيانيا مبيانيا انتي كيساوي صفر فاصلة صفر ربعة سجون. هذا هو السؤال الثاني. ننتقل الى السؤال اثنان ثلاثة. باعتبار شبه الدور مساوي للدور. لدور الخاص للدارة او جد. من جديد قيمة ال معامل تحريد الوشيعة. اذا غادي نلقا من جديد القيمة ال. قيمة في اللغة الوحدة. يعني نبغادي نعود نلقا باستعمال قاعدة ديال او العلاقة ديال الدور الخاص. اذا تحديد. تحديد قيمة ال. ال معامل تحريد. اذا بما انه. بما انه. بهذا يعني هده يعني انه تيك يساوي. احنا كنعرفو بانه. هي دوب بي غاسين دو ال. ال س. هنخرج هده ال غنرفعه او سيطنان هناك او سيطنان هناك. قوانة التي او سيطنان كتساوي ربعة في او سيطنان ال س. وغنخرجو ال غيساوي تيو سيطنان على ربعة في او سيطنان على س. وغنديرو التطبيق على دي. بنسبة للتراعي القناة هي صفر فاصيلة صفر اربعة والسي اتنان مقسومة اربعة بالنسبة لب هي ثلاثة فاصيلة اربطاش والسي اتنان مضربة في السراعة وهنا هي اه اربعين ميكو فاردي اربعين غن ضربة في عشرة اس ناقص تباش نحولها الفاردي وغادي نحسبه بكالكول غادي نلقا وتقريبا هي واحد فاصيلة صفر واحد لي هي واحدة هنكتوير واحد هنا تقريبا نفس القيمة اللي القناة في الاول ننتقل الى السؤال اثنان اربعة اوجد المعادلة التفاضليا التي يحققها التوتر اس�ת بين مربطة المكتف اثنان اربعة المعادلة التفاضليا المعادلة تفاضليا اذا الدارة الكهربائية اللي غدي نخدم عليها هي دي المكتف وفيه الوشيعة لان هذا اللي ما عkeitenش ناخدوها لان اقلل لنا بانا فهذا الحالة هذه رضينا اheid نكيف الموضوع الوجود اذا نضع حساب قانون اضافية توترات اضافية توترات شم تكون عندنا عدنا يوسي زائد يوال كي يسوي صفة. نبغينا معادلة التفاضلية التي يحقق يوسي. اذا يوسي ما غديش نقصه غنخليه كي ما هو. غدي مشو الوال ونعلمه ان يوال كي يسوي يوال كي يسوي ال ديد اي على ديدو الت زائد اغا فوا اي. نحن نعرفو العلاقة دي الوال يقوله بان اي كي يسوي الس ديدو الس على ديدو الت. هذه نعرفوها. نعرضو اي هنا سيكون عندنا الوال كي يسوي ال الادرنا الاشتقاق لهذا. سيكون عندنا الاشتقاق التاني. هنا هنديرو هنا ايه. ديدو اي على ديدو الت هو الس دي دو او سي. Jews me disini. disini. الاشتقاق الثاني اذاً على دي دو تي عشنو غايقون عدنا هو السي دي دو اسي وستنان على انا يكن ديرو اسي اتنان للدخل على دي دو تي اسي اتنان زائد بنسبة ال اي عشنو هنخلوه بنسبة ال اي غانعوضو بادي السي دي دو اسي على دي دو تي ادان غادناج علمو عدال التفاضي اللي غادنعوضو فيه دون غايقون عدنا اسي زائد ال سي دي اسي وستنان على دي دو تي وستنان زائد اخ سي دي اسي على دي دو تي كتساوي صيفر اذا نحن لقين دابا اه لقين المعادلة لقين المعادلة التفاضلية اذا انهي هذه المعادلة التفاضلية نقدر نبدو بهذا على هذا على نكتبها اذا نديرو ال سي دو دي اسي وستنان على دي دو تي وستنان زائد اخ سي دو دي اسي على دي دو تي زائد اسي كيساوي صفر اذا هذه هي المعادلة التفاضلية المطلوبة ننتقل الى سؤال رقم خمسة احسب الطاقة الكهربائية المخزونة في المكتف عند اللحظة تي كتساوي دو تي اذا الحساب الطاقة اثنان خمسة طاقة المخزونة في المكتف عند اللحظة تي كتساوي دو تي احنا كنعرفوا بان العلاقة دي ال ا ا ا ا تاقل مخزونة في المكتف كتساوي حالا جوج سي يوسي وستنان بالنسبة لسي عدنا يوسي غادي نشوفو ميبيانيا ميبيانيا عند تي كتساوي دو تي قادي نشوفو مطلقة من الميبيانش حالك يساوي دو تي يعني جوج في صفر فاصلة صفر ربعة اللي القنافة هي صفر فاصلة صفر ثمانية لدلنا ليها الاسقاط عن ميبيان غادي نلقوها محصولة هي جات بين الغسط ديال صفر فاصلة خمسة وواحد اللي هي اه غادي غادي نلقوا يوسي كي يساوي صفر فاصلة خمسة وسبعين هذا هو يوسي فولت غادي نمشو نعوضو هنايا دون غا يكون عدنا ا ا ا كي يساوي واحد على جوج بنسبة لسي را عدنا هي ربعة اوة اربعين في عشر اوس ناقص باش نحولو الفارداء ما الضربة بنسبة لسي غادي نصفو فاصلة خمسة وسبعين وستنان هاد وستنان هاد وستنان هاد وغادي نحسبو بكالكول غادي نلقو واحد فاصلة مية وخمسة وشرين في عشر اوس ناقص خمسة شنية الوحدة ديالتاقة هي الجول هذا هو السؤال الخامس لان ننتقل الى الفقرة الاخيرة ثالثا لسيانة التدبدبات نركب على التوالي مع المكتف والوشيعة السابقين مولدا يزود الدار بتوتر يجي كيساوي اغزغو فوائي ثلاثة واحد ما قيمة المقاومة اغزغو التي تمكن من الحصول على تدبدبات جيبية ثم ثلاثة اثنان وحسب قيمة الطاقة الكلية في الدارة في هذه الحالة سؤال الثلاثة واحد ما قيمة المقاومة اغزغو التي تمكن من الحصول على تدبدبات جيبية ثلاثة اغزغو قيمة المقاومة اغزغو ثلاثة اغزغو حسب قانون اضافية توترات مصدرا يا الهدنا اتاتها مقاومة اغزغو فو د �و만 اغزغو اغزغو رسم مقاومة اغزغو قيمة الموقع سيجاه يبقى اغزغو ثلاثة اغزغو طاقة اغزغو اغزغو مstickة الديدو التى. اذا حسب المعادلة التفاضيل السابقة. هادا كي يساوي اغزغو نضربه في اي. وهاد اي شنو تيساوي اغزغو هاد اي شنو تيساوي هو السي دي دي اسي على الديدو التى. اذا غنجيبو هادا لهالطرف الاخر غيكون عندنا اسي زائد ال سي دي دي اسي وستنان على الديدو التى وسي اتنان هنا وسي اتنان زائد اقص دي دي اسي على دي دتى. قلنا غنجيبو هادا ه sed هنا يغيون لناقص اغزغو سيدو دي دي اسي على دي دardi هادشي كام كي ساوي سفه اجشنو غنديرو هنا يا غلنا دي دي اتو اسي على دي دت اتنا هنه دي دي اسي على دي دت اذا غانعملوا به غيكون عندنا السي زائد ال سي دي دي اسى و سي اثنان على دي دو تي و سي اثنان زائد إلا عملنا بسي دي دو اسي على دي دو تي شنو يكون عدنا اغ ناقص اغ زيغو هاتشي كامل كي يسوي صفر إذا متى نحصل على التدبذوبات آآ جيبية كنحصل على التدبذوبات الجيبية إلا ما عدناش المقاومة يعني خاص يكون هاد هاد المقدار هادا كي يسوي صفر إذا هنقول نحصل على على التدبذوبات جيبية إلا ما عدناش المقاومة يعني الطاقة ما غداش تضيع لنا ولكن في حالة ما كاناش المقاومة إذا هاد يخسكون هاد المقدار هادا كي يسوي صفر نحصل على التدبذوبات جيبية إذا كان إذا كان السي دي دو اسي على دي دو تي عامل لي اغ زي اغ زيغو كي يسوي صفر إذا سي دو اسي على دو تي خلف صفر إذا يكون هدنا هنال إغ ناقص ر كي يسوي صفر غ ناقص اغ زيغو يسوي صفر هلا يعني أن erg كي يسوي اغ زيغو وش حال القينا في اغ زيغو لقينا في عشرين اوم لدينا القيمة ديال اغزقه. اذا السؤال الاخير ثلاثة اثنان. قيمة طاقة الكلية. قيمة طاقة الكلية. احنا كنعرفه بان الطاقة الكلية ا كتساوي ام زائد ا ا ا الطاقة المخزونة في الوشعة زائد ا ا. وبما ان في هدل الحالة هدنا التدبدوبات الجيبية ا ادا غيكون اعدنا ا. يكون هو ايماكس. ادا غديو ياخد القيمة القصوية ا اذا هدا غدي ساوي صفر. من الى ياخد ايه مرة كتساوي صفر. ا ايه كتساوي ا اها تساوي 1 على جوج سي اسي ماكس اسي اثنان. اللي هي واحد على جوج سي هي اربعين في عشر اس ناقز ستة. نضروبه بنسبة ال اسي ماكس. منطلاقة من الميبيان راكي ساوي جوج فولت. جوج فولت. نضروه جوج اسي اثنان. وغادي نحسبو الطاقة الكلية للوشيهة. وغادي نحسبو اه الطاقة الكلية في الدارة. اذا غادي تكون هي اه واحد على جوج نضروبه اربعين في عشر اسي ناقز ستجوج اسي اثنان. وغادي استعملو كالكل. غادي تلقو تمانية في عشر اسي ناقز خمسة جول. اذا هذه هي الطاقة الكلية دي الدارة الكهربائية. وهذا هو التمرين ديالنا. التمرين الاخير في الامتحان التجاريبي. والسلام عليكم ورحمة الله.